اهلا بحضراتكم معنا يمكن قلنا في المقدمة ان شاء الله نحن نتكلم النهاردة على ظاهرة الكلاب الضالة وازاي نحمي نفسنا من مرض السعار خصوصا انه في احدث حالة توفت بسبب عدة كلبه بسيطة في محافظة اصيوت على ما اتذكر وزاي ما قلنا بنت صغيرة 26 سنة تربية فرنساوي وللأسف الشديدة اخدت العلاج لكن برضو توفت الحقيقة الموضوع مش بس على الكلاب الضالة ده فيه ناس بتتساءل طب القطة نفس الموضوع حتى فيه كمان محافظات زي اسوان بتقول طب لو لدغني عقرب انا هعمل ايه واروح فين واجي منين خصوصا انه احيانا الموضوع ده ممكن يكون منتشر او على الاقل بيلقى الضوء عليه من فترة لاخرى فعلشان لا نصب حالة من الضعر خصوصا انه العلاج فعلا ممكن يكون متاح ومتناول فعلا خطيرة بتوصل لدرجة الوفاء ده لن نتكلم فيه مع الاستاذ الدكتور احمد سعفان الاستاذ بكلة الطب جامعة عين شمس وكيل وزارة الصحة صابقا شرفتنا اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك افاد اهلا بحضرتك معنا وقبل ما نبتدي في الموضوع اللي انا حالا كنت لسه بأعلم عنه والاستاذ المشاهدين خلينا بس في المقدمة ولو ناخد حتى تلخيص من حضرتك على رؤيتك ازاي نقدر ان احنا ننجح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد خصوة نحن في الفاصل كنا بنتناقش فيه الموضوع ده طبعا يعني هو قانون التأمين الصحي لازم نستعرف ان دي مبادرة عظيمة من الدولة قانون التأمين الصحي ده كان بقاله اكتر من 20 سنة بيدرس بس ما كانش فيه الرغبة والرادة قوية للدولة لتنفيذ هذا القانون فطبعا دي تحتسب للحكومة والسادة الرئيس ان هو يبتدي قانون يحافظ على صحة المواطن الحقيقي وما فيش اي دولة محترمة في العالم ما عندهاش قانون التأمين الصحي بيقدر يدي الاحساس بالامان للمواطن ان تنمية المواطن هم حكتين يا استاذ صحة وتعليم صحيح تمام فلو المواطن حس بالامان في الناحية الصحية كل المشاكل اللي عندها ديك هتتحل منهم مشاكل الكلاب الضلة والامصال واللبن الاطفال كل المشاكل دي هتتظل تحت قانون ميزة القانون التأمين الصحي ده حاجة مهمة جدا الناس يعني يمكن اللي بتشغل في المجال الطبي هي اللي تفهمها لو حضرتك انا الممول وانا اللي بقدم الخدمة وانا اللي بحسب نفسي عمر ما الخدمة هتبقى كويسة وده اللي حيصل عندنا في مصر على مدار السنين في وزارة الصحة دايما المواطن المصري ما عندوش رضا على خدمات المستشفات الحكومية وده سببها ليه؟ على مدار السنين أنا وزارة الصحة هي اللي بتمول وهي اللي بتقدم الخدمة وهي اللي بتراقب نفسها صحيح فأدى الموضوع إلى تدهور عظيم ميزد القانون القانون هيعمل إيه؟ عمل حاجة تانية جميلة القانون لو محد يقره ده قانون اتنين لسنة 2008 خلق ثلاث هيئات ثلاث هيئات مستقلين هيئة التأمين اللي هي مفوت بتلم الاشتراكات اللي هي الاشتراكات دي مواردها مختلفة 4% من إجمالي دخل المواطن من إجمالي الدخل مش زي قانون التأمين الصحي اللي فات اللي كان بيتاخد على الأساسي فيطلع رقم صغير فالخدمات تبقى سيئة إن خدمة طبية يعني فلوس يعني تمويق ف4% بنإجمالي دخل المواطنين كلهم وفكرة التكافل الموجودة إن المفروض اللي دخله عالي بيشيل جنبه حد غير قادر فهي فكرة تكافلية أكتر وبعدين هيئة تانية اسمها هيئة الخدمة اللي هي مفروض هي اللي تبقى مسؤولة على خدمات المستشف والهيئة التالتة المهمة جدا 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 اسمها هيئة الرقابة والجودة والاعتماد ودي تبعيتها القانون إدها التبعية للعسل الجمهورية عاش تبقى هيئة مستقلة قوي جدا هي اللي تقول إن المستشفى دي أين كانت حكومية أو خاصة بتقدم خدمات معتمدة طبقا للمعايير الدولية أو لا بما فيهم العيدات بما فيهم الأطباء بما فيهم عاوز أقول حاجة مهمة جدا ممكن الناس في مصر ما تعرفهاش إن القانون اللي بينظم الخدمات الطبية في مصر صادر سنة 1955 ولم يعدل فالقانون ده هو اللي هيزبط الأداء ومن ضمن زبطته للأداء الحاجات المهمة جدا هو هيعمل كونترول على القطاع الخاص إزاي إن أنا دلوقتي كمواطن في الوضع الحالي قبل قانون تامين صحي قدامي حاجة من اثنين يلجأ للقطاع الخاص بأسعاره اللي سعيد بتبقى فلكية يألا أروح للمستشفى الحكومية اللي أنا غير راضي عن مستوى الأداء فيها هم دول للأسف اللي كان المواطن المصري بيعاني من خدمة الطبية في مصر القانون ده لا ده حيخلي المواطن هو اللي يختار هو صاحب القرار أروح القطاع الخاص ولا روح الحكومي ولا روح المستشفى دي ولا المستشفى دي فأصبح المواطن لي قيمة عند المستشفى فهو مش مقبل للهو يروح فهيبقى صاحب القرار فبقت المستشفى اللي هتقدم خدمة سيئة ما حدش هيروح فبقت عرض وطلب فبقى المواطن لي قيمة ده فكرة القانون قانون عشان يطبق في مصر طبعا ده حاجة قومية عنيفة جدا هتاخد لها حوالي من 12 إلى 13 سنة اللي أنا نفسي فيه طبعا هم بدأوا في بورسعين من 1 سبعة وطبعا يا ربنا نكون فعونهم هم واخدين أول شهرين تشغيل تجريبي للتسجيل طبعا الدولة الوحدة مش هتقدر وده اللي أنا نفسي فيه ان المجتمع المدني يبتدي بقى لي دور في قانون التأميني الصحي لازم يحصل شادو لازم يحصل حاجات برارل من موازية من المجتمع المدني ياخد محافظات مش لياخدوا محافظة على بعضها ياخد مركز ويبتدي يطبق نفس القانون التأميني الصحي بس بجهود القطاع المدنيين أهلي فلما يجي على المحافظة دي الدور تبقى جهزة ومعدة تمام وده لو ما عملناش كده احنا هنخسر القانون ده وهنخسر تنفيذ خسارة نحن نخساره خسارة فادحة خسارة فادحة للمواطن العادي المواطن العادي مش هيحس بيه غير مع التنفيذ الحقيقي ان فعلا حددك انت في أي دولة أوروبية والأمريكية مفيش حد بيحس بالقلق من ناحية المرض تمام هي يا فندم أكبر دعاية للشعب هتكون من سكان بورسعيد وأكبر تدعين للأطباء والتمريد اللي بيشتغلوا في المنظومة الجديدة هيكون برضو من الدكاترة اللي انضموا للمنظومة بورسعيد تمام بس أنا نفسي المسؤولين عن المنظومة يبقى ليهم فكرة مختلف شوي ليه؟ ان الموضوع داخل فيه فكرة القطاع الخاص برضو يعني أنا شايف وزارة الصحة بدأت بتجربة رائعة ان هي خلت المرتبات للإستشاريين والنواب والأخصائين والتمريد أحسن من القطاع الخاص عشان تجذب الأطباء ان الناس العادية ما تعرفش ان وزارة الصحة فيها عجز شديد في الأطباء ان أطباء مصر بيهربوا من وزارة الصحة ومن العمل الحكومي يبيلجأوا للسفر برا للدولة العربية أو لأوروبا أو عياداتهم الخاصة دول الإستشاريين بس شباب الأطباء اللي مفهودي يقام عليه المنظومة وشركات الأدوية وشركات الأدوية أو الهجرة برا اللي مفتوحها لهم بمتاز سهولة أو الدولة العربية عشان الفلوس تمام فطبعا وزارة الصحة عملت بادرة كويسة ان بقى ده يبقى الدخل قريب جدا من القطاع الخاص ومن ضمن الحاجات اللي تثبت كلامي وده ما حب أشرحها ان لما الدولة عملت مبادرة قوام الانتظار قالت أنا عاوزين نقدي على قوام الانتظار الحالات الحارجة وحتعامل مع القطاع الخاص ونزلت أسعار قريبة جدا من أسعار القطاع الخاص أصبح القطاع الخاص دلوقتي هو اللي بيجري عشان ياخد قوام الانتظار وضحت الفاكرة أشكرك يا فندم على مقدمة الخاصة بالقانون الجديد الخاص بالتأمين الصحي وأول يمكن قبل ما نبتدي أول أسئلتنا فيه أول استفصال لحضرتك من المينيا الأستاذ مايكل أهلا بك معنا يا فندم بس لو مواطي تليفزيون أكون شكرة مساء الفل أسمحيني لو قابت أتهم حضرتك على دوتر ريكامت الكتابات مهمة لازم تنطع يعني للشعب بس يعني فيه جهة الأنمية لازم تنطع للأخرين كنت أستلم عن الكلاب كتاب إيه معلش أرم السامر حضرتك كتاب إيه حاض بقول لحضرتك الكلاب ولا الكتاب كتابات مهمة التوصل للشعب لكن عن الكلاب بقول إن فيه ناس يعني من مشاعرها يعني ذكات زي الجبنة في البزة يعني بيحبوا الكلاب جدا بيوصلها بالمعالي وممكن بيحصلها من صدف حناك يعني تشاب العطير وجاء ضمعها في الكلاب مثل العربيات وبيضعبوها وراحها بتناجيها يعني يعني بتحطيها على رجليها وكذا فأو مصحة منهم يعني حاجة زي كلاب بس لو سأنا حكيمة عندي إذا عكيم مهم تفاضل بخصوص كلامة قال عادتك فيك كلها من المجتمع يعني بتنادي إنها ترجع عصور القديم ببصد السيطرة على الشعب وإذلاله يعني إذا عارت صار من الماضي قديمة إن هي شعب دائم من قرصة منتركة وحادتك عارتها إنه بص كانوا ظنين تسابي يعني مرة لو بحكوا بحكة بعصور صعبة جدا تم الإبادة فيها والجزية وحاجات صعبة جدا طب إحنا إننا هذا الشعب دائم طب إيه اللي ستفصار باختصار طيب سوز مايكل طيب أنا بشكر حضرتك طب هو ابتدى فعلا بموضوع الكلاب في البيوت بس خليني أتكلم بالتوازي الكلاب في البيوت والكلاب الضالة في الشوارع أولا فندم أنا لو تعضيت سواء من كلب في البيت أو من كلب في الشارع هتفرق معي إزاي وإيه أول إسعاف أولي لازم أعمله حادتك لازم نفرق ما بين الموضوع ده والموضوع ده كويس حادتك الكلاب اللي في البيت دي بتبقى من الطعامة وواخد الأدوية بتاعتها ومعمول لها التشك تمام الكلاب لو هي واخد التطعيم اللي هو بتاع السعار والكلام ده كله حضرتك ده ما بتقاش معودية هي المشكلة الكلاب تضلل في الشارع اللي ما حدش بيعالجها وهو ده مصدر الخطر يمكن أنا مش متخصص في الحتة دي أنا أستاذ جراحة مسالك بس أحب أقول لحضرتك بصفة إلي أنا اشتغلت في مدير مستشفات جامعية ومباشتغلت وكيل وزارة الصحة فعارف المنظومة تمشي إزاي ومن هنا احنا بنسأل حركة بالزبط فندم هي قصة منطقة البساطة الدولة يعني بتعالج الموقف ده بشكل قوي جدا احنا عندنا قطاع اسمه قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة تمام قطاع الطب الوقائي ده هو اللي مسؤول عن توفير جميع الأمصال في الوحدات الصحية على مستوى مصر تمام يا فندم وعندنا قطاع الوقائي البيطري اللي مفروض بيتعامل مع الحيوانات الضالة في شوارع اللي تبع وزارة الزراعة تمام خلينا اتكلم في الحتة اللي أنا عشتها وعشت التجربة فيها على مستوى المستشفات الجامعية أو وزارة الصحة وهو الأمصال البشرية مفروض حضرتك ان كل محافظة فيها مدرية صحة فيها قطاع للطب الوقائي الطب الوقائي ده هو اللي مسؤول عن توفير الأمصال والأمصال ده اعتبر نوع من أنواع السلعات الاستراتيجية أن لازم تبقى موجودة في الوحدات وموجودة في المدرية تمام فالمواطن العادي لما مفروض بيتعرض لعدة كلب أو عقرب وبذات في أهلنا في الصعيد وأنا شفت الكلام ده في أسوان كتير جدا وبذات مع دخلة الصيف الأرصات دي بتبقى بزيادة جدا 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 وكنا بنقابل أطفال بكميات كبيرة جدا عندنا في الجامعة وزارة الصحة بتوفر الأمصال دي وده بحكم قانون كويس ومفروض المواطن بيلجأ لأي وحدة صحية أو لمستشفى حكومي حيلقي فيها الأمصال كويس فتواجدوا الأمصال موجود ولو مش موجود تبقى مشكلة كبيرة جدا للقائمين على هذه الخدمة في المحافظة دي تمام إن القانون بينص عن توفير الأمصال دي دي نقطة النقطة التانية جودة الأمصال اللي ساعدة بيحصل إنه ممكن يبقى مريض بياخد المصق وما بيشتغلش ودي نتيجة إيه يا فندم؟ نتيجة اللي هو اتعرض للعض أو للإصابة وأخذ وقت طويل جدا لغاية من راحل المستشفى يمكن أنا كنت شفت أهلينا في أسوان إن القلاص بقى عندهم يقين من التجارب إن أول ما الولد دي تلسع بيجلب بسرعة به فقل من ثلاث ساعات على المستشفى فالولد بياخد التطعيم خلص بيبقى زي الفل طيب التأخير بس في تلقى العلاج هو المشكلة ولا ممكن تكون المشكلة في جودة المص لوسوق التخزين هرجع لحضرتك للإجابة بس اسمح لي بعد التليفون أستاذ مريم من القاهرة أهلا بك معنا أستاذ مريم لسا معنا يا جماعة أستاذ مريم مع التليفون ولا قفلت أستاذ مريم أهلا بك معنا طيب أنا بشكرك نرجع لسؤالنا هل بس تأخيري في العلاج هو اللي فيه خطورة علي ولا ممكن يكون للأسف الشديد المصل نفسه غير صالح وقدت جدا أقول لحضرتك أن فكرة المصل يكون غير صالح عشان مش متخزن في تلاجة أو طريق نقل أو الكلام ده كله بس أنا مش بجامل أنا بقول حقيقة معيني أنا شايف من أنجح القطعات في وزارة الصحة هي قطعات الطب الوقائي اللي أنا كنت بشوف فانسان حضرتك إحنا ما نحسش على مدار السيني اللي فاتت حملة شرر الأطفال مثلا والقضاء على شرر الأطفال ما ده مصر مصر خلية فعلا من شرر الأطفال الحزبة الأمصال والتطعيمات لحت الأطفال في المرحلة الأولانية السنية الدولة نكحة جدا فيها بالعكس ده الناس القادرين بيحبوا يولجأوا للحاجات الحكومية في الأمصال أكتر من القطع الخاص أن دايما المصل بيبقى فرش وبيتفتح وبيتاخد عشان فيه فلو تمام الناس اللي بتيجي تسافر الحج وبياخدوا الأمصال الخدمة رائعة كويس حضرتك وده على مستوى مصر فإحنا نشهد على مدار العشر سنين اللي فاتوا أن هذا القطاع في حتة الأمصال ناجح والدليل على كده أن احنا عندنا بعض الأمراض اللي كانت متوطنة في مصر اختفت منها إن شاء الله الأطفال تمام بس طبعا أنا مقدرش أنكر في أي خدمة حكومية لازم بعض السلبيات تبقى موجودة ممكن تبقى التلاجة فصلت في الوحدة الصحية المستشفى ما غطوش الاحتياطي الاستراتيجي اللي تبقى للقانون مفوض يبقى عنده رصيد معين وارد الكلام ده كله بس اللي بيسوق الحالة أو بيخلي الحالة تسوق أكتر ودي احنا شفناها كتير إن الحالة تتأخر أو ما يبقىش فيه وعي للأهل نحن بس الحاجة للسؤال ده لأنه لسه في حالة حالة يمكن الاسبوع ده احنا متكلم في يومين ثلاثة يعني واحدة في قصيوت ولسه صغيرة 26 سنة وللأسف هي أهلها قالوا إن هم فعلا أخذوا العلاج اللازم لكنها توفت بعد ما نخلت بغيبه خدوا العلاج بعد قد إيه كويس حضرت كلام اللي احنا قريناه من أخبار بيقولون هم راحوا على الفور طبعا وارد ومش حضر طبعا جهات التحقيق هي هتتكلم وتثبت صلاحية المصلة من عدم ولكن على الجانب الآخر فندم احنا دلوقتي من الكلام حاجة بتقول ممكن تكون التلاجة فصلت طب لو التلاجة فصلت أنا كموظف هخاف على عهدس يقول لي طب انت سبت التلاجة تفصل ليه ولا بأمانة لازم أروح أقول التلاجة فصلت نغير اللي جواه ده الدمير اللي حديك بتكريم عليه ده الدمير بس أنا رأيي الشخصي مفيش دول بتقوم على الضمير يا أستاذ الدول بتقوم على القوانون تمام يعني لو موقف زي ده تثبت لازم الناس تجازة وتجازة بعمف شديد إن احنا بنلعف أروح ناس تمام مفيش مجال فيها للخطأ طب هرجع لحضرك في التوقيت المناسب للعلاج بس برضو في استوصال لحضراتك لو أستاذ جورج أهلا بيك معنا أستاذ جورج أيوة أيوة فاندي مساء الخير أهلا وسهلا نتفضل من فضلك على الكلاب اللي مالي الشارع بدل من نقلها علاج للعرض بتاحها يعني إحنا عيالنا بتبقى في الشارع على طول وبنبقى كيفين عليهم ميات الكلاب في الشارع ليه ما نقضيش عليها أصلا هكي ساكن فين يا أستاذ جورج أنا من المطارية عندكوا كلاب كتير في الشوارع ميات ألوفات ألوفات وعلى الشوارع على الكبير أو يضحي لا لا مش معقول ألوفات تديني نحن نجم بإسم المطارية تمام وعلى الشارع العمومي بعيد يعني أو في حواري تمام هنجاوب حضرتك حاليا يا سجر وفي مداخل البيوت لا حاليا هنجاوب حضرتك أنا مع أساس بلش في كلام اللي هو بيقوله ناس بتقول لك نقضي عليها وناس بتقول لك طيب من طاعم الكلاب دي كلها أو نستخدمها حتى في الحراسة ندربها صعب إن دا الكلاب اللي في الشارع دي حاجة عشوائية ما تريدش تعمل عليها كنترول بس إحنا طول عمرنا من وإحنا صغيرين كنا دايما بنشوف العربيات اللي بتمشي تلم الكلاب الشارع وبتتعامل معاها وكنا بنشوف بعض الرجال الشرطة اللي بيمشوا بالكلاب اللي بيبقى خطر بيتخلصوا منها وكلام دا كله إحنا بطلنا نشوف الكلام دا خالص وعشان كده دا خلت عشان جماعات الرفق بالحيوان بتقول حرام ندربهم برصاص حرام نحن نسمهم طبعا زمان إحنا كنا بنشوف الكلاب بتتدرب برصاص تمام دلوقتي يمكن جماعات الرفق بالحيوان صوتها بقى عالي شوية وبتتكلم على الحفاظ على الحيوانات طب لازم يكون فيه طريقة تمام للتخلص من هذه الحيوانات زي إيه يعني لازم يبقى فيه وهو أصلا فيه جهات في الدولة بتتعامل بتلم الكلاب الضلة دي وبتتعامل معها كويس يا فندم بس دي إحنا نشوفها يعني أنا دلوقتي بشوف في الشارع وبالذات في المناطق الشعبية المليانة الكلاب إن فيه حد بيجي يخدهم أو يخلص منها حاجة بتقول من المناطق الشعبية أنا حالا زمالتي في الكنترول اللي كان هم سكان مصر جديدة بتقول لي مربع لنا فيه الكلاب أكتر من عدد السكان يعني إمكان أنا كنت نسترد زمان ببقى فيه رقم بتليفون كلنا بنكلمه لما بنحس اللي فيه كلب خطر في الشارع وكلام دي كله الحاجات دي اختفت خالص طيب خليني أتكلم الخوف دلوقتي من العضة بس ولا حتى الخربشة أو حتى اللحسة واللعاب بتاع الكلب لا العض العض بس لازم حضرتك العض هو اللي بيوصل للدم فيقدر ينقل الفيروس ده فيقدر يعمل إصابة تمام خلي بالحضة كلاب البيوت برجع تاني بقول كلاب المتربية في البيوت دي مفيش خوف منها إن دي كلها متعامة تمام بس مش كل الناس بالطعام ما هو ده بيقى خطر جدا أصبح بيقول لك إيه ده كلب بيتي ده كلب بيتي ده خطر ده خطر جدا يا فندم إن ده مرض ممكن يصيب الكلاب بأي طريقة ده هو كده يعني حتى لو كلب بيتي أو كلبي مش بينزله الشارع لازم تطعام وبقول عليهم كلب بيتي لا أنا لازم أطعام لازم تطعام وحضرتك أصلا مفروض الكلاب دي بقاليها رخصة والرخصة دي بيكتب فيها التطعيم بموعيده حاجة جدا عملة زي شهادة التطعيم بالضبط وخلي بالحضرتك القانون بيعاقب لو أنا عندي كلب أنا المسؤول عنه وما طعمتوش وما يزبط أنا بحاسب قانونا بس الكلام ده مش مفاعل وناس ما تعرفوش بس هي الحقيقة إحنا عندنا كل القوانين وعندنا كل اللواح بس عوزين يفعلها وعوزين دور الإعلام إنه يوعي الناس التعامل مع الحاجات دي إزاي؟ حالا حضرتك أتقول لي أستاذ جمال من مصر القديمة أهلا بيك معنا فل أستاذ جمال مهلا 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 لو نوضع التلفزيون أكون شكرا جدا أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك تحت عمرك تفضل أهلا بيك بالنسبة من كلاب الضالة عندنا حديثة في الشارع أكثر من عشرين كلب أكثر من عشرين كلب في الشارع الشارع الواحد أهلا تمام يعني أهلا بيك تتلعى السبب تتلعى السبب عشان يجيب 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 اختار يحرفش يجيب وراهم الكلاب الكلاب بيجر ورا أولاد حضرتك أه ربنا يحنيهم أهلا أنا متحرم يعني أحطنهم سم الذي حادث مستحرم يجيب تحضنهم سم يعني 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 وصلت الفكرة وصلت الفكرة وصلت الفكرة ربنا يحفظ أولادك وكل الأولاد يا رب أستاذ كميل أهلا بحضرتك معنا من قهر أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا وسهلا أتفضل أتفضل يا فندم إستفصارك إحنا على الهو أهلا بيك يا مساء الخل يا أساس كميل أهلا بيت مساء النور أهلا رسالة نتفضل أنا بقى أتكلمت بمرحة بس أعلم لتكلم النهاردة مش الأحية الشعبية بس اللي فيها الكلاب أنا ساكن في المدان الحجاز في مصر الجديدة وراء جامع يوسف الصحابي اللي هو في المدان تمام أنا بشوف الصبح وقول ماشي من 23 كلب عرب عضوهم أخيك بتاع الدوم ده أنت وقف لهم كمان لا أنا أسعلم معاش أنت عارفة لا مش عارفة فمش الأحية الشعبية بس الكلاب حرام كده إحنا بنخاف لأي مشيك مشي أطفالنا إحنا بنخاف ننزل إحنا لتعضنا الكلاب دي لا ربنا أحمينا جميعا يا رب طيب دلوقتي الناس كلها بتقول أنه كل الأحية حي شعبي حي راقي كلاب كتيرة طيب الدولة عليها يا الجزء الحماية البيطرية أنا علي أن أنا أحمي نفسي وأحمي أولادي طبعا أنا ممكن أبعد عنهم بس يواحد تصل بيقول ده بيجروا وراء الأولاد طب أنا دلوقتي هعمل إيه إفرد في مرة هم بيجروا عضوا ابني أعمل إيه على الفور لازم أتواجه لأقرب وحدة صحية أو مستشفى وياخد التطعيم أي مستشفى والمستشفى حميات أحدك مستشفى الحميات فيها التطعيم الوحدات الصحية بيقى فيها التطعيم اللي عايشين في الطهيرة طبعا المصل واللقاح في العجوزة ده بيقدم خدمة على مدارة 24 ساعة والخدمة رائعة تمام وطبعا التطعيم ده كمان موجود في الصيدليات في بعض الصيدليات اللي تشينز الكبيرة عندهم التطعيم تمام بس طبعا المفروض اللي بيتعامل معاها طبعا مستشفى الحميات احنا عندنا في مصر 44 مستشفى حميات على مستوى مصر فيهم كل التطعيمات يعني في القاهرة طبعا أشهرهم العباسية إنبابة في مستشفى القوات المسلحة حميات دول بيقدموا الخدمة على مدارة 24 ساعة علش يعني لو ابني اتعد لازم اجري بيه بسرعة طب هل المفروض أن أنا أخسل إيدي بسرعة ما يوصبونه دي طول أو مطاهر ولا الكلام ده مش صح بصي حديك المفروض ما كان العضة يتغسل بمطاهر وعشان نقلل من الإصابة كويس بس بتوجه بيه بسرعة لأقرب مستشفى عشان ياخد التطعيم طب فيه استفسار من أسوان أستاذ أيمن أهلا بيك معنا يا فاند أهلا وسهلا استفسار حضرتك تفضل بالنسبة لموضوع مصل العقرب اللي كنت بتتكلمه عليه دلوقتي تمام أنا عايش في قرية تابع مركز كومومبو بنعاني أحيانا من تناقص مصل العقرب وأحيانا لما بيكون في حالة بنضع مسافة 9 كيلو أو 10 كيلو للمستشفى المركز كومومبو عشان نروح ناخد مصل العقرب حاليا متوافر في الوحدة تمام يعني بالناشد وزارة الصحية أن يكون متوافر في الوحدات الصحية بصفة مستديمة تمام أشكرك وقال في السلام عليكم ويمكن أسوان عشان مع الوحدة هكنتم تتكلم أن هو لازم يكون متوفر كسلعة استراتيجية هو بيقولك أحيانا للأسف بيكون في نقص فعلا دي حقيقة بس حديثك زي ما هو بيقول هو الطبيعي اللي تبقى موجودة في الوحدة الصحية لما بيحصل فيه نقص ده بيبقى عجزة أو حاجة المدرية الصحة هناك هي المنوطة أو قطاع الوقائي هو المنوط بالتوفير يعني لو ملاقش في الوحدة دي لازم حيلاقي في الوحدة اللي جنبها حيلاقي في المستشفى بتاعت المركز كويس؟ على وجود الأمصال دي وطريق تخزانها طب لو حصل أن أنا ملاقش وزي ما هو قال هسافر 9 كيلو على الأقل أعمل إيه؟ يعني أكل لمون بسرعة يا فندمي ولا أربط مكان العضة أعمل إيه؟ أصلي فيه الحياة وصفات شعبية دولها دي صعبة طبية يعني إحنا بنتهر مكان العضة كويس حددك وبخلال أقل من ساعة اللي هي لدغة العرب وبتوجه بسرعة في أقل من ساعة عشان أخذ التطعيم طب إفرد أنا غصبا عني بقى بعد ساعة هعمل إيه؟ هم في المستشفى بيتعاملوا ممكن يحجزوا الطفل يعني إحنا كان بعض الحالات اللي جاء لنا متأخرها ساعتين وثلاثة واربعة بحطه تحت الملاحظة 24 ساعة عشان أقدر أتعامل معا جوة المستشفى بس لو حالة بسرعة وبنديله المصر كان بيمشي بيمشي على طول ودكتور الأطفال هو اللي بيكشف عليه ويتأكد أن العلامات الحيوية عنده سليمة ولا بس لو طفل متأخر أو جالنا أو عنده إعياء من نتيجة العضة ده كان بيتحجز على طول في المستشفى وبيتحط تحت الملاحظة 24 ساعة عشان حياة الطفل دي حاجة مهم طيب أنا ممكن صاحك سؤال هيبنى هو سازج الوحدة الصحية أنا أصلا أعرف مكانها إزاي الوحدة الصحية دي اللي احنا بنسميها إيه بالزبط لا معلاش اللي هي مكتب الصحة بصي حددك معلاش أن فعلا السؤال ممكن يبنى سازج بس أنا عايزة أوعي الناس أكبر قدر من التوعيح هاي بتقول قبل ساعة تمام هيا عاوزة أحكي لحاددك حاجة يمكن إحنا في المدن الكبيرة مش متعودين على الوحدات الصحية ولا المكتب الصحة اللي هو عندنا مكتب الصحة تمام تمام يمكن مكتب الصحة مهمة بالنسبة لنا عشان تطعيم الأطفال أو الناس اللي عندهم الأطفال الشهادة الميلاد هتلاقي في الظاهر مكتوب موعيد التطعيم بياخدها فين؟ في المكتب الصحة اللي هو بيسجل فيه اسم المولود أو بيبتولد هاي دي مكتب الصحة بس مكتب الصحة دي بتقفل مثلا ممكن مش كلهم بيقدموا الخدمة على مدار 24 ساعة بس المستشفات المركزية في القرى وفي المحافظات دي شغال 24 ساعة وفيها الكلام ده ولازم يبقى فيها تمام أي مستشفة حكومية أي مستشفة حكومية أو مستشفة حميات لو تواجدت في المنطقة دي الأحسن والأحسن أن اللي موجودين فيها متخصصين أكتر طيب ده بالنسبة للدغة العرب عضة الكلب نفس الكلام لازم أروح برضو قبل ساعة أه لأ ولا ممكن قبل ساعتين أه قبل ساعتين تلاتة بتدي مساحة أكتر ما فيش مشكلة أنه أنت مش عارفة أن الكلب ده عنده أصابة ولا ما عندهوش بس كلتا الحالتين أنا لازم أخد العلاج طبعا أأمن مئة ألف مرة طبعا ما حدش يقدر يخاطر بالكلام ده خالص تمام هل صحيح أن العضة كل ما قربت من المخ كل ما تزيد الخطورة بتفرقش الاتنين سيان كويس بس أنا زي ما قلت حديك أنا مش متخصص في الحتة دي فمش قادر أقول حديك الـ up to date في القصة إيه أنا بديكي كل خبرتي أيام من دارة المستشفات ووكيل وزارة الصحة كنا بنعمل منج للحالة دي إزاي تمام ونفس الجزئية برضو وخاصة بسؤال الأولان في الحميات حيبقى عشتبين مش كده آه طبعا نفس الجزئية خاصة باللعاب عشان برضو ناخب بالنا لو في لعاب أو خرباشة برضو ناخب بالنا تمام أنا مشكرك يا فاندم شكرا جزيلا مشارك بحضرتك شكرك دكتور أحمد سعفان الأستاذ بكل تطب جامعة عين شمس وكيل وزارة الصحة سابقا نشرف تلك وسهلا بحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لكل المشاهدين نشوفكم دايما يا رب بكل خير وكل سنة والجميع بكل خير بمناسبة عيد الرسل نشوفكم دايما يا رب في كل الأعياد وفي كل المناسبات السعيدة التي تخص مصر وتخص الكنيسة صباح على خير ترجمة نانسي قنقر حقيقة دان